السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مدبخ سومة واشراكم نسمي أن تكونوا كامل بخير وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله راح تكون لكو غني بحشوة كريمة الجبن الرائعة هذه المملحة راح نحضرها إن شاء الله بعجينة تجيه شيشة وخففة ما شاء الله كما راكم تشوفوا وأيضا تخرج لكم كمية كبيرة من هذه المملحات ثاني راح ننوجد كريمة الجبن راح ننكوها إن شاء الله بتونة تعزيت ما ترتيبش الوصفة راح تكون إن شاء الله فيديو خفيف أضريف وأيضا طريقة سهلة ومبسطة ما نطوش عليكم نبدأ مبساطة في طريقة التحضير أولا عندي كاس من الحليب يكون دافئ نحط الكاس في الإناء وراح نضيف معه لخميرة عندي مغرف كبيرات الخميرة تعال الخبز وأيضا مغرف كبيرات تعال السكر نضيف بياد بيضة وربع كاس من زيت النباتي نفس الكاس اللي كي يلنبه الحليب نخلط هذه المكونات جيدا حتى نلاحظ باللي الخميرة والزيت والحليب أمتاز جولي مع بعضهم جيدا راح نضيف لهم كاس من الفارينة في هذه المرحلة نضيف كاس واحد راح نخلطه مليح بالطريقة هادي من بعد نغطيه ونخليه مدة 5 دقايق حتى 10 دقايق لما نلاحظ أنه الخميرة تعيره هي تفعلت نبدأ نضيف باقي الفارينة عندي هنا يا زجكي ثان من الفارينة راح نضيفهم كمرحلة تانية مع مغرف صغيرة تكون معمرة مليح من الملح نخلط هذه المكونات جيدا باش نجمع العجينة تعي اللي راح تكون طريقة وحتى تلتسق في اليد يعني المعجنات انتعنا باش يجي وخفف لازم نخليه العجينة تكون طريقة وتلتسق في اليد نستمر في اضافة الفارينة اللي عندي حتى تتجمع معي العجينة بالنسبة للفارينة ضيفوا بالتدريج حتى تتحصلوا على القوام المطلوب بتاع العجينة يعني ما تتسرعوش في اضافة الفارينة بهذا الشكل لما تتلم معي العجينة راح نحطها على طاولة العمل ونحاول نعجنها مدة تدقيقة هكك باش فقط ندخلها في بعدها وتتلم معي ككورة بهذا الطريقة كما راكم تلاحظوا القوام تع العجينة راه يلسق في اليد نحطها في اناء نظيف ونخليها مدة ساعة حتى تختمر معي جيدا من بعد راح نرش طاولة العمل بالفارينة بعد طبعا ما اختمرت لي العجينة نقطحها الى نصفين بشكل هذا ونحاول نكورها بهذا الطريقة من بعد نبدأ نطرح في العجينة تعي تكون ارقيقة على شكل يعني مستطيل بهذا الطريقة ونبدأ نقطع الشريطة كما راكم تلاحظوا بالنسبة للعرض على الشريط حوالي 1 سنتيمتر كما راكم تلاحظوا من بعد راح نجيب هادو الاقماع تعالى لكورني ونحاول نجيب شريط من العجينة ونلفها على هاداك القمع بالطريقة اللي راكم تلاحظوا فيها طريقة سهلة فقط نحاول نحط العجينة ونضغط كما راكم تلاحظوا حنا ما رانيش نحط العجينة فوق بعضاها راني نحط العجينة بحدا بعض فقط ونلف بهذا الطريقة حتى نكمل نغطي كامل القمع تلاحدي اللي عندي طريقة التشكيل تحاس سهلة جدا بهذا الطريقة راح نكمل نشكل كامل الاقماع اللي عندي نحاول نعدل العجينة تعيب هاد الطريقة نضغط عليها نحاول نغلقها جيدا من الاطراف نتحصل على هاد الشكل من بعد كنت انتهم بصفر البعيد اللي يضفطلوا شوية من قاوة وشيت عليهم ججلانية وسانوج راح ندخلها من الفرن يطيبوا بعد ما يخرجوا بالطريقة هادي راح نخليهم يبردوا طبعا فوق مشبك نتحصلوا على اللون الذهابي هاد يجيوا فارغين يجيوا خفف ما شاء الله نمروا الان لتحضير كريمة الجبل اللي عندي فيها كاس من الحليب لهنا اول حاجة نضيفوا المكونات بارد في بارد عندي نص مغرف صغيراتة على زبدة او المارجارين نضيف لها مغرف كبيرات عنشا ونضيف لها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود نخلطهم جيدا هنا قبل ما نديهم فوق النار من بعد رح نديهم فوق النار هادئة حتى نلاحظوا انه القوام تحتقال بهذه الطريقة في هذه المرحلة نحيا من فوق النار ونضيف لها كمية من الجبن الطري نحاول نخلط رح يدوب في حرارة هذيك الكريمة بعد الشكل نتحصلوا على كريمة الجبن رح ننكها هنا بعلبة من التونة بتوق الزيت اللي تقدروا تبدلوها بقطع من الدجاج تقدروا تبدلوها بلحب المفروم لكم الاختيار في ذلك نخلط جيدا الحشو التاعي نشوفوا كيفاش أصبح هنيا نخليه حتى يبرد نحطوه في كيس بلاستيكي ورح نعمر به يعني اللي كورني تاعي طبعا هنيا راني نعمر ومنتبهش لأنه يعني العملية ما رهيش واضحة في الكاميرا نعمره عادي القمع تعنا بالكريمة ومن بعد نحطوها في الجبن المبشور بهذا الشكل طريقة سهلة رح نعمرها بهذا الطريقة ومن بعد نحطها في الجبن المبشور بهذا الشكل لما نكملهم كامل رح نشوفهم في طبقة تقديم إن شاء الله هذه هي نتيجة النهائية لوصفتنا لنهار اليوم اللي هي لكورني بيعجينة أكتر من رائعة تجيشيشة وخفيفة وأيضا حشوة كريمة الجبن المنكهة بيتونة الزيت يجيوا بزافي والمو شهر رمضان الفاضيل حبيت يعني في هاد الفترة نوع لكم بزاف من هاد المملحات والمعجنات اللي تحتاجوهم إن شاء الله في شهر رمضان هكا باش لما ترجعوا القناة تقاو أكبر عدد من المملحات والمعجنات اللي تقدر تستفدوا منها إن شاء الله في شهر رمضان إن شاء الله ربي يدخلوا علينا بالخير ولهناء والصحة والعافية إن شاء الله نتمنى وصفتنا تعجبكم لنها اليوم إذا عجبتكم من تنسوا شتغط على الإعجاب أيضا خليوا لي رأيكم في التعليقات وأي وصفة تحبون حطها لكم في القناة اكتبوا لي أيضا في التعليقات لمازال ما اشتركتش معنا تتفضل وتضغط على زر الاشتراك تابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلها جديد القناة إن شاء الله شوفوا كيفاش يجي وخفيف ويجي ومشاء الله هذا هو الشكل النهائي نتلاقى معكم إن شاء الله في فيديو قادم وصفة جديدة في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته